السلام عليكم طلبتنا العزاء راح نتعلم المهارة الأخرى اللي هي شون أسرع العملية في حالة عندي معادلات فعندي اللي هي الأنصر عندي هاي خاصية الأنصر أنتبه لها كمثال راح نضرب مثال مثلا عندنا نقول أربعة أربعة شنو يساوي إذن هنا يساوي قطلة أربعة تمام أدوس الأي سي فهم أقول أدوس أنصر يعني يساوي قطلة أربعة إذن الحاسب هنا حفظت أن الأنصر هو أربعة فأرجع شنو أدخل المعادلة ثنين ناقص أنصر مضروب في لل ماينس أنصر تقسيم ماينس أنصر تقسيم أربعة وست القوس بعدين ناقص واحد يساوي إذن طلع على المثال ناقص واحد بوينت سبعة ثلاثة بغض النظر عن هذا الرقم أجي أرد أختبر هو ما الفايدة من هذا حسنا نحن نحن نختم للمعادلة هنا سأدوس على الاسي يمدس الاسي راح كل شي راح أسوي أروح مثلا أقرب الورقة فنقول اهنا الدالة لازم يما عوض عندي آني يما عوض ثلاثة بالأفل الأكثر قد يطلع مينس واحد بوينت أربعة سبعة ثلاثة الآخر فنشعر وضع سي لازم ثلاثة فأجي الحاسبة مالتي تقدر أنصر ثلاثة يساوي إذن الأنصر تقدر تلاثة إذن أرجع بالاتجاه الأعلى وأطلع المعادلة مالتي بمجرد أدوس يساوي سيطلع لي واحد بوينت سب واحد بوينت أربعة سبعة ثلاثة واللي هو بوينت أربعة سبعة ثلاثة الاختبار الثاني نسوي نعوض هذا الرقم اللي هو ناقص واحد بوينت مية وست وخمسين فمجرد أدوس AC وأدوس هنا ناقص واحد بوينت مية وقلنا وست وخمسين هذا ما عوضنا قلنا يساوي أوكي هذا واحد بوينت مية وست وخمسين مجرد أرجع بالانتجاه الأعلى على المعادلة السابقة اللي هي ها تطلع مجرد أدوس على يساوي يساوي ثلاثة بوينت ثنين ثلاثة خمسة اللي هي ثلاثة بوينت ثنين واحد ثلاثة خمسة ثلاثة قارن الجدول ويها هذا ونتقلم هذه الخاصية هذه العملية استرعلك ويضرور استخدمها حتى لا تضاي كل شوية ترجع للمعادلة تجد يكتبها من جريد أتمنى أنكم كل الموافقية أوكي بتوفير شباب